دليفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج حيث تقع بين مشعري منا وعرفات ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمع فيها الحصى لرمي الجمرات بمنا ويمكث فيها الحجاج حتى صباح يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منا وتبلغ مساحة المشعر الإجمالية إلى ما يقارب من التسعة كيلومتر خصص منها للحجاج ما يقارب من ستة كيلومتر وفيها مسجد المشعر الحرام قد حظي مشعر مزدلفة باهتمام كبير ومشروعات تطويرية من حكومة المملكة العربية السعودية على مر السنين في إطار تصدر خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة اهتمامات ولاة الأمر حفظهم الله من أجل راحة ضيوف الرحمن وتسهيل حجهم ابتغاء مرضات الله حيث جاء في مقدمة ما قامت به الدولة توسعة المشعر الحرام وتهيئة ساحات المبيت في مزدلفة للحجاج وتزويدها بكل ما هو مطلوب من الخدمات والمرافق الطبية والصحية والمياه النقية وتنظيم أماكن المبيت فيه لتسهيل حركة المرور إلى غير ذلك من خدماته ترجمة نانسي قنقر